المقطع الأخير للشيخ أحمد عبد الكريم الجهري الذي استودع فيه الناس وقال أن هذا آخر مقطع له وتكلم بكلام في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة طبعا هذا الكلام يحمل في طياته تحليلات كبيرة جدا وبعض من القنوات تناولت هذا التحليل من جوانب ولكنني رأيت ضرورة أن أعلق على هذا الكلام لأنه كلام في منتهى الأهمية بداية الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري صاحب لوحة النقش الشهيرة جدا اللي اشتهر بسببها وعرف ما بين الناس بسبب لوحة النقش العجيبة الذي تناول شرحها بنفسه وبين أنها تحمل صور للدجال وصور لموسى وكلام في منتهى الأهمية ولكن دعونا نقول ونتعرض لأهم ما قاله لأنه في الحقيقة الكلام مهم جدا هذا الرجل يعرف معلومات ويعرف خبايا لا نعرفها نحن مصدر الكلام بتاعه لا نعلمه ممكن تكون اجتهادات ممكن تكون معلومات وصلت له لكن اللي عايز أقوله أن هذا الرجل نظن فيه الخير وأن هذا الرجل ليس كما يقال وبينشوفها تعليقات بتتكلم عن أنه هو عنده مرض نفسي أو أنه عنده خلال عقلي الراجل متزن جدا وبيتكلم بمنتهى الاتزان ولكن إحنا مش متعودين على هذا النوع والنمط من الكلام للأسف بداية هو تكلم عن اضطهاد المنصة التي نخرج نحن من خلالها للعرب وأنهم بيضيقوا علينا ولا يعطونا حقنا في المشاهدات والكلام وهي إشارة واضحة جدا أن قنوات آخر الزمان المعنية بالمهدي وبالدجال وبهذه المصطلحات بتعاني من نوع من أنواع عدم العدالة وهذا الكلام كلام مشاهد ولا تعليق أكثر من ذلك وقد أصاب الرجل في هذا الكلام دي النقطة التمهيدية اللي بدأ يتكلم من خلالها من أهم النقاط اللي تكلم عنها الشيخ عبد الكريم الجهري أن الدجال منذ أكثر من خمسين عاما ينقب عن الصروات والمعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب وعلى حد قوله بيدي العالم كله أوراق لا قيمة لها رمز للعملات الورقي وأن هذه العملات ستنهار قريبا ويتحكم الدجال في الزهب اللي هو الصروات الحقيقية الطبيعية والورق مش هيبقى ليه أي قيمة وكلامه في الحقيقة له شواهد إن الاقتصاديين بيتكلموا عن انهيارات في الدولار وفي الأوراق المالية قريبة جدا ولكن عايز أنبه لنقطة في منتهى الأهمية والخطورة لأن في بعض القنوات طلعت وتكلمت إن الشيخ عبد الكريم الجهري يعرف شخصية الدجال ويخاطبه كأنه وجها الوجه كلام ده يا جماعة كلام أظنه إنه بعيد عن الصواب الرجل يتكلم عن الأزرع أزرع الدجال لأن الدجال بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث تميم الداري أن الدجال مسلسل في جزيرة وأن الدجال مقيد في جزيرة ولن يخرج إلا في غضبة من غضباته عندما ينتصر الإمام المهدي في المعركة الشهيرة على الروم فالكلام واضح إنه هو بيتكلم عن اللي بيمهده للدجال المسونية العالمية والأزرع بتاعة المسونية العالمية يعني عشان ننتقل للنقطة الثانية التي يتكلم عنها هو يتكلم أن مظاهر الحضارة البشرية التي نعرفها هذه الأيام ستتغير وتنتهي انتهاء الإنترنت بيودع جوجل ويوتيوب إوعى تفتكر أنه يقصد أنه سيغادر هذه المنصة وستبقى هذه المنصة في طيات الكلام هو يتكلم أن هذه المنصة ستزول بل أنه يقول أنها أول من سيزول جوجل انهيار جميع العملات الورقية والرقمية زي الدولار واليورو ده الكلام بتاعه والعودة للتعامل بالذهب والمعادن السمينة وده اللي بيفصر لنا إن كبار رجال الأعمال اللي هم تابعين لأزرع المسونية بيحول فلوسه إلى ذهب وبيل جيتس وما فعله ليس ببعيد عنكم عندما بدأ يشتري أراضي الزراعية على مساحات كبيرة جدا لأن العودة للصراوات الطبيعية والزراعة والأمور اللي هي البدائية هي التي ستسيطر بعد زوال التكنولوجيا القريب أيضا أهم وأخطر ما قاله الحدث الكوني الكبير الذي سيحدث على أرض العرب الذي سيحدث على أرض العرب ماذا كان يقصد بهذا الحدث في ناس كما قرأت وتتبعت وأنا بحضر لهذه الحلقة وأتابعها منذ الأمس إن في ناس كتير بتتكلم أن الحدث الكوني هو الهدى بتاعة رمضان إن الحدث الكوني هو النجم الطارق نجم الآيات كلها اكتهادات ولكن أرى أنه يتكلم عن الحدث الكوني الذي سيحدث في أرض العرب انتقال الحرب إلى أرض العرب الحرب العالمية القادمة المتوقعة الثالثة ستكون ستكون على أرض العرب نصرح العمليات على أرض العرب وما سيحدث في هذه الحرب العالمية الكبرى من استخدام للأسلحة النووية والمصائب أوعى تفتكر أنه هيخلي الحروب عنده الحروب المدمرة دي هو هيحاول يقحمك وهيحاول أنه يستخدمك وستكون بوابة الإقحام إقحامك في الحرب إسرائيل الكيان المحتل كما أوضح الشيخ بنفسه أن إسرائيل ستستخدم في هذا الأمر هذه الحرب اللي هتكون على أرض العرب ستحدث مقتلة كبيرة للعرب بالتحديد ليه؟ لأنها يستخدم فيها إسلحة الضمار الشامل اللي بقالهم سنين بيتكلموا عنها ينتج عن ذلك شح نقص في الطعام والغلاء فلذلك هو قال إن أفضل تخزين هو تخزين كلمة لا إله إلا اللوجي المعاني اللي إحنا بنتكلم فيها لو ما عندك شي وسائل للتخزين فاجعل طعامك هو التهليل والتكبير والتسبيح ولعل أهم ما قاله أن ظهور وخروج الدجال بات قريبا ومن قبله الإمام المادي هو بيتكلم بكلام يفهم منه أنه يظن أنه سيدرك المهدي وسيدرك الدجال طبعا موضوع إن هو بيعتقد أن السامري هو الدجال هي مسألة خلافية ما بين أهل العلم وهو رأي من الآراء أن السامري هو الدجال موضوع يحتمل أكثر من رأيه وهو موضوع اكتهادي بحت ومش موضوعنا إن إحنا نناقش هذا الرأي ولكن هو رأي موجود لكن الأهم هو استشعار الرجل أنه سيدرك هذا الأمر كان يتكلم بثقة وكان يتكلم يعني عنده كأن فيه حد أخبره بكلام أو تصرب له كلام معين عن أحداث قادمة أكيدة لأنه يتكلم بيقين وتأكيد عجيب جدا أننا في نهاية المطف عندما قال أن الوقت قد نفذ بل إن الوقت نفذ فعلا الكده بالنص وعندما تكلم عن الإمام المهدي كان الكلام أيضا في منتهى الخطورة لأن في ناس للأسف بتطلع تقول إن هو بيروج لنفسه أنه المهدي ولم أرى ما يدل على ذلك أبدا وقد نفى بوضوح هذا الكلام حتى أنه في نهاية هذه الحلقة تكلم وقال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك وأن نتمتع بخروج الإمام المهدي فهو لا يتكلم ولا يدعو لنفسه أبدا بالمهدوية هو الرجل على علم ورجل يفهم ما يقول ده اللي أنا استشعرته من كلامه والملفت أنه عندما تكلم عن الإمام المهدي بدأ عليه أنه كأنه يعرفه يتكلم عن صفات للإمام المهدي ويحذر الناس من أن يخالفوا الإمام المهدي لأنه معه معية الله ومؤيد من عند الله وده كلام مصبوط من نسبة مية في المية ولكن دعونا نقول شخصية الإمام المهدي لا يستطيع أن يتعرف عليها إلا أشخاص معروفين منهم العلماء السبعة فهل هو من هؤلاء العلماء واستطاع أن يتعرف بطريقة أو بأخرى على شخصية الإمام المهدي لا تنسوا حديث العلماء السبعة عندما ذهبوا لكي يعرضوا البيعة على الإمام المهدي وأكد لهم أهل المدينة أنه هو الرجل المطلوب إذن ما قبل ظهور الإمام المهدي في ناس بتبقى عرفة وإدرت تتعرف على شخصية الإمام المهدي لا نستطيع أن نغفل هذا وأن يعني نتجاوز هذا الكلام فهل هو منهم العلم عند الله سبحانه وتعالى لكن في الإجمال أريد أن أقول لكم إجمال الكلام أن الأمور قد اقتربت وأن كلام الرجل لابد أن نأخذه على محمل الجد يعني ده رأي وهذه وجهة نظري في إجمال ما قاله الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري في آخر يعني حوار له قبل أن يغلق قناته أو أن يترك الكلام على قناته على اليوتيوب الأمر قد اقترب وما زلنا نعاني من أناس محسوبين علينا أنهم من الباحثين وللأسف بينيموا الناس ويقولوا أن لسه في خلافة مقدسية ولسه في خلفاء وأئمة وما زلت عند وعدي سأتكلم عن موضوع الخلافة المقدسية الوهمية التي تسبق ظهور الإمام المهدي طبعا لا في خلافة مقدسية ولا حاجة نحن على أعتاب الظهور المبارك للإمام المهدي تذكروا هذا الكلام جيدا لا أريد الإطالة عليكم أحبتي في الله نسألكم الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر